نصبح على حضراتكم وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية وعبد الرحمن سعد علي توج بالمدالية الفضية الأولى لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا للبوتشا المقامة على صالة حسن مصطفى ورفع رصيد مصر لأربع مداليات في بطولة أفريقيا للبوتشا سيف عيسى لعب منتخب مصر للتايكوندو حصل على المركز الثاني في التصنيف العالمي للتايكوندو في وزن تحت 80 كيلو قرأت تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 واللي أقيمة مبارح في مدينة رباط في المغرب أصفرت عن مواجهة منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان في تصفيات أفريقيا 2024 وبشارك منتخب مصر الأول لسيدات في التصفيات المؤهلة لكان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوادي كمان باريس سانجرمان أعلن عن ضام اللاعب السورفاكي سكينعار خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية لدخول موسم المقبل في صورة أفضل ترجمة نانسي قنقر